في مركز الغسيل الكلوي في محافظة الحديدة تتعالى الاستغاثات والمناشدات بعد انقطاع التيار الكهربائي منذ اكثر من عشرة ايام يستقبل المركز عشرات الحالات يوميا وسطا عدام تام للكهرباء باستثناء اجهزة الغسيل التي يتم تشغيلها من خلال مولد يعمل بالديزل غير انه ايضا صار مهددا بالتوقف في ظل سوق سوداء تتوسع على حساب حيات هؤلاء بالنسبة للوضع المركز عندنا الان هي مشكلة رئيسية له الديزل بسبب انقطاع الخط الساخن لانه عندنا العمل هنا على مدى 24 ساعة نغسل 145 مريض يوميا على مدى 24 ساعة يتكدس المرضى اطفالا ونساء في الممرات يحاولون تخفيف وطأة الحر باي طريقة وهو ما يلخص معاناتهم المتزايدة يوما بعد اخر الكرابة مقتوعة لها حوالي عشرية واننا نلاقي عذاب وفي واحد امس قسل خرج الكرابة طويلة وتوفب وانه من الهبوط قصص مأساوية كثيرة وهنا عن مرضى فقدوا حياتهم اثناء تلقيهم الغسيل جراء انطفاء الكهرباء ولا احد يستطيع التكهن بالعدد الذي يمكن ان يموت لتستيقظ ظمائر المعنيين في الجهات الرسمية وسلطة الامر الواقع الحوثية قبل فوات الاوان